صلى على الحبيب البكيطيب هبدأ معك سيد الفاضل بالتفاصيل المالية لانتقال احمد عبدالقادر او رحيل احمد عبدالقادر عن النادي الاهلي الى نادي سيفا اسبور التركي وبندو موسير جدا في العقد طيب السويسر مارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بيوافق على خطوة رحيل احمد عبدالقادر جناح القلعة الحمراء وذلك بعد وصول عرض من جانب سيفا اسبور التركي لضمه سيفا اسبور التركي لضمه الى صفوفه الفترة القادمة طيب هقول لحضراتكم كل التفاصيل هقول لحضراتكم كل التفاصيل المالية طيب ايه القصة و ايه الحكاية و ايه التفاصيل المالية في رحيل احمد عبدالقادر لنادي سيفا اسبور التركي أحمد عبدالآدر بيتلقى عرضا تركيا جديدا خلال الساعات الماضية من نادي سيفا سبور لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يغلق باب القيد في تركيا يوم 9 من شهر فبراير الجاري وبالتالي ما زال الوقت متاحا أمام اللاعب للرحيل وخط تجربة جديدة في مسيرته بعد خروجه من حسابات مارسل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهل في الفترة الماضية الجهاز الفني للفريق الأول لقرة القدم بقيادة مارسل كولر بيطالب حسم موقفه النهائي من العروض والتفكير جيدا أحمد عبدالآدر أغلق ملف الرحيل عن الأهل في المريكات الشتوية الجاري وتمسك بالحصول على الفرصة من جديد والقتال لإثبات نفسه في أحطيته في المشاركة مع الفريق أحمد عبدالآدر أحمد عبدالآدر بيوجه يعني رسالة لأحمد حمدي بعد انضمامه لنادي الزمالك وهل دي تلمحات لقدوم أحمد عبدالقادر إلى نادي الزمالك ولا لا حرس أحمد عبدالآدر لعب الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الآلي على توجيه رسالة خاصة لأحمد حمدي صفقة الزمالك الجديدة بعد إضرام مسؤول نادي الاتفاق مع اللاعب المريض الأحمر السابق على الانضمام لصفوف النادي لمدة 3 سنين ونصف بشكل رسمي أحمد عبدالآدر يفاجئ صفقة الزمالك الجديدة برسالة خاصة وعلق أحمد عبدالآدر على الصورة الخاصة للإعلان أحمد حمدي انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك عبر حساب الرسم على الانستقرام معلقا مبروك يا حبيبي أحمد عبدالآدر لعب النادي إلى أهل انتقل أحمد حمدي إلى صفوف نادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد حسم كافة الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة وانضمامه رسميا إلى صفوف القلعة الحمراء القلعة البيضاء عفوا لمدة ثلاث مواسم ونصف ارتبط اسم أحمد عبدالقادر لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الماضية بعد أزمته مع مارسل كولر المدير الفني للنادي وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بشكل رسمي قبل أن يتم العفو عنه ويعود للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق أحمد عبدالقادر قريب قريب جدا من الانضمام إلى نادي الزمالك أحمد عبدالقادر بقولك قريب قريب جدا من الانضمام إلى نادي الزمالك أحمد عبدالقادر بيطالب القلعة الحمراء وبيطالب النادي الأهلي بالموافقة على العرض بتاعه للخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أحمد عبدالقادر بيفاجئ الجميع على فكرة أحمد عبدالقادر مفيش خلاف على مهاراته مفيش خلاف على الإطلاق على مهارات أحمد عبدالقادر إن هو من أفضل اللعيبة في مصر بالمستوى الفردي ولكن ليس المستوى الجميع أحمد عبدالقادر على المستوى الفردي حاجة جمدة جدا على المستوى الفردي حاجة جمدة جدا ولكن هل أحمد عبدالقادر هل أحمد عبدالقادر أخطأ أو قصر في حق نفسه بالطبع نعم أحمد عبدالقادر أصر في حق نفسه كتير جدا خصوصا ان مارسل كولر مش بيحب اللعب الفردي مارسل كولر بيحب الفردية والجماعية في نفس الوقت يعني لما يكون عندك يعني لما تبقى رايح واحد ضد واحد ده بالتالي لازم يكون مجود فردي فباحمد عبدالادل كان من افضل اللعبة في مصر اللي بتعمل الحتة دي اوي اللي هي بتقدر تروح واحد على واحد وبتقدر تروح وجيب جوان زي ما شفنا مبارات الهلال السعود التاريخية 4-0 في كاس العالم للاندي لكن بالنسبة للمستوى الجماعي هو احمد عبدالادل قليل جدا على المستوى الجماعي وبيفضل اللعب الفرد اكتر وده طبعا ساعات كان بيهدر هجمات خطيرة جدا للنادي الاهلي بسبب الفردية بتاعت احمد عبدالادل وده طبعا اللي عصب مارسل كولر منه واللي زعل مارسل كولر منه ان انت بيبقى معاك اتنين وثلاثة بيكون في الهجمة وبيبتفضل برضو انك تشتغل فردي وده طبعا مش موجود في كرة القدم لان كرة القدم لعبة جماعية وليست لعبة فردية ولكن هي مطلوبة الفردية في بعض الاوقات فقط هل ينتقل احمد عبدالقادر للزمالك الله اعلم هل احمد عبدالقادر المسلم الجاي يكون في الزمالك برضو الله اعلم لكن اقول لحضراتكم حاجات مسيرة جدا لو النادي الاهلي ما عملهاش قول لكم بنسبة 100% احمد عبدالقادر سيننتقل لنادي الزمالك احمد عبدالقادر خلاص هيحترف في نادي سيوسبورد تركي بنية الشراء يعني اعارة ستة شهور بنية الشراء في حالة الشراء النادي يدفع 2.5 دولار للنادي الاهلي ويشتري احمد عبدالقادر ولكن لازم ادارة التعاقدات في النادي الاهلي تحط بنوت قوية جدا في عادة احمد عبدالقادر في حالة فشله الاحتراف الخارجي والعودة مرة اخرى الى مصر يكون من بوابة النادي الاهلي وما يقدرش يلعب في نادي في مصر غير بموافقة النادي الاهلي وده طبعا البند اللي النادي الاهلي حطه في عقد حمد فتحي والبند اللي حطه النادي الاهلي في عقد محمد شريف هل النادي الاهلي هيحط نفس البند في عقد احمد عبدالقادر هل النادي الاهلي هيقدر يحافظ على احمد عبدالقادر الفترة اللي جاية طيب كابتن ابراهيم سعيد بيقولك احمد عبدالقادر فتح باب مفاوضات مع نادي الزمالك إبراهيم سعيد لعب النادي الأهلي الكبير بيكشف عن تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد عبدالقادر لعب الاهلي للتعاقد معه خلال الفترة القادمة وقال سعيد في تصريحات خلال برنامج التلفزيوني هناك وسطاء توصله هناك وسطاء توصله مع أحمد عبدالقادر تمام كده لمعرفة انتقاله أو معرفة رأيه في الانتقال إلى نادي الزمالك وتابع شهادة الفترة الأخيرة استفسارات من بعض الوسطاء مع نادي الزمالك من اللاعب ومن المقربين عن موقفه من الانتقال للزمالك حر حيله عن النادي الأهلي في هذه الأوقات وقال كمان جاء ذلك بعدما ظهر عبدالقادر ضمن أبرز المرشحين بقوة للانتقال إلى نادي الزمالك ولكن أكد مصدر مقرب بأن اللاعب لم يغلق هذا الباب بشكل نهائي وقال سعيد حديثه قائلا أحمد عبدالقادر لم يقرر مصيره حتى الآن ولكن الأقرب هو الرحيل عن صفوف النادي الأهلي وفتح باب مفاوضات مع الزمالك وبيرغب أحمد عبدالقادر في الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد وصول إلقته إلى طريق مصدود مع مرسل كلر المدير الفني للفري الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وآخرهم كان بطولة كأس العالم واستبعاده نهائيا من بطولة كأس العالم للأندية خلاصة الكلام أحمد عبدالقادر من اللعبة الكويسة جدا ونادي الزمالك نادي كبير جدا حتى لو أحمد عبدالقادر انتقل لنادي الزمالك هيكون إضافة قوية 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 نادي الزمالك وأقول لكم كمان لو انتقل أحمد عبدالقادر حيتوهج في نادي الزمالك خصوصا لما يكون زيزه في اليمين وعب قادر في الشمال وأحمد حمد في الوسط وما ادراك بقى ما السلاسي المرعب ده لكن توقعاتي اتوقع ان احمد عبدالقادر في حالة فشل مرسل كولور باحتواء اللاعب سينتقل لنادي الزمالك الفترة القادمة ونتمنى توفيق سواء كان اهلي او زمالك هما الاثنين اندية كبيرة وقدبي الكرة المصرية في نهاية الحلقة اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجباتكم ياريت تدعمونا باللايك للفيديو والاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي ونادي الزمالك والقرى العربية والمصرية بشكل عام بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة